موسيقى صبح بالخير كل مشاهدي برنامج عالم الصباح وطبعا تليزيون مستقبل مبدال احنا وياكم نهار جديد من عالم الصباح يوم الجمعة 16 حزيران ل2017 مع انه اقرب عيد الاب وانا هنا بدي اعطيكم يا ستات بما انه كل رجالكم بالشغل وما عم بيسمعونا رح اعطيكم هيك بعض الهنس الصغار اذا كنتي حابة ترتبطي اذا كنتي حابة تتقرب من شخص رح اعطيكي شوية نصايح استعمليها وراجعيني اذا بدك لانه بالفعل لازم تبتعد عن هالصفات لانه هؤلاء الصفات اللي رح اعطيكي هون هلا هني بيهربوا كل رجل بحياتك يعني اول شي بعدي عن الكذب وشوفت الحال وتخبري اخبار الغير منطقية بعدي عنا كليا لانه السئة هي اساس العلاقة بس هاي الكذب تبعد عنه كليا صدقيني انت بيكون ربحاني ما تكوني عاطفية زيادة عن الزوم لانه الرجل بحب يكون موجود الى جانب امرأة تكون ناضجة مش بدو يرب ولد زيادة مع ولاده لانه اذا كنت كتير عاطفية بدو يشعر بهذا الاحساس وما حيكون في حدا يلبيله كمان هو رغبته العاطفية لانهه يمكن رجل مع كل بخامته مع كل اسابته بحاجة للعاطفة يمكن اكتر منك ما تكوني نرجسية يعني مش كينكك بعمككوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو كل الدني بتدور حولك وبتحبيها لقد حالك بطريقة وتضلك انه انا ارقى من كل العالم لانه رح يكون عنده خوف من انه ما تتقبل محيطه اذا عنده مجال للهرب رح يهرب فقا لازم تتقبل كل اللي حولك وتخفف شوي من نرجسيتيك ما تكوني كل الوقت محبة للسهر والاحتفالات والضهرات وما بديك تعد بالبيت و24 ساعة انه بتحبي من هون يمكن باول مرحلة يحبه بس مع الوقت رح ينفر منا لانه الرجل بحاجة لامرأة تكون متواجد بالبيت غير انه تهتم بحالة وتشتغل وتكون طبعا بمساوية يكون عندها دور بالمجتمع كمان هو بحاجة لقلة بالبيت وحدة هيوية طبعا ما تكوني مادية يعني الهدية يقوله بالفرنساوي يعني تكون الايمي المعنوية الهدية مش المادية ما تنرد اذا ما كان الايمي مادية كبيرة يعني تتاخد وينحكى عنا انه هالهدية مهمة وخاصة ببداية العلاقة حتى تكمشي ما تكوني محققة يعني تعرفش محققة وين رحت وين جيت وين وصلت خمسة مش خمسة وعشر خمسة وعشرة مش خمسة وين كنت دقتلك مردات مربع ساعة لانه في كتير انشغالات اهم شي بنرجع لأول نقطة اللي هي السقة بين الشريكين خفف من التحقيق لانه ما راح يغير شي ممكن هو اذا بده يهرب من موضوع معين ما يخبرك الحقيقة ما تكوني غير مستقرر الاستقرار هو اهم طلب بيكون عند الرجل اكتر منك يا امرأة بتفكر المرأة انه هي بده الاستقرار وبده تقعد بالبيد وبده تتجوز بس الرجل هو بحاجة للاستقرار اكتر منك بكتير 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 هؤدي الصفات اذا ما تحليت فيون يعني ما كنت كاذبة ما كنت كتير عاطفية ما كنت نرجسية ما كنت محبة كل الوقت للنطنطة ما تكوني مدية ما تكوني محققة وغير مستقرة صدقيني ارجعيلي ما استعمليون وارجعولي بالخبرية رح اسألكم سؤال عبر صفحة الفيسبوك باي طريقة اذا عجبتو بالاخر فيكن تجزبو صوبكن رجل او امرأة فيكن نجيبونا عبر صفحة الفيسبوك انا ويجيكم اليوم على الصباح تقريبا للوحدة الربع اللي تلك بتوقيت بيروت لحين وعدنا مع نقل وقاء صلاة الجمعة مباشرة من مكة المكرمة رمضان كريم اليوم واحدة وعشرين رمضان يعني قرب بدأ بتدى العبد العكسي لعيد الفطر السعيد ما بعرف يعني سبع وعشرين ستة عشرين مين عشرين مش ممكن ستة عشرين او سبع وعشرين حزيران رح بيكون على امل انه نعيد بخير وسلام وامان وان شاء الله سيكون مقبول وافطارات تكون تكون شهية اليوم مع مين مع عشف حسين افطار كامل اليوم اولا صحور اليوم لا افطار كامل رح يكون عندنا اليوم في عندنا الحمص عندي جوزيف شربة الحبوب عندي صليتة البتنجين والحمص وايضا تكون عند عند سمك السلمون والمحشي هنا 3 وصفات رح بلج فيون بس قبل ما بلج بت 3 وصفات رح اخمش التليفون و جيبك عسؤلك أنا رح جايوب على الفيسبوك أنا رح جايوب على الفيسبوك اوكي ما بدك تجيوب Malay لم أجيوب على الفيسبوك بس انت اللي مرتبط فيها خطيبتك ما عندك كل هالصفات اللي مش هم بحكي عنها لا بس في شيء عن جيوبك علي اه في شيء عندها منهم لا ما عندها من شيء منهم لا شغلهم بلا لا عبير عليك شو عمشان عم يحكي على الهوى عبير عولها طبعا بس هي عبير نكتي دايما منك تاكيولا قالك حسين لكن المشادي احنا بيكون مكملين على مصباح من هلأ للوحدة لتلت بالبداية دايما تحركات الكواكب وعلم الفلك كارمن والأبراش صبحكم الخير اليوم الجمعة 16 هزيران يونيو اليوم الأمر مرفقنا من برش مائي برش الحوت من المبارح بعد الظهر والأجواء رائعة للأبراش المائية موالي برش الحوت السرطان وايضا العقرب مش بس هيك الجو مكمل لبكرة ايضا خلونا نبلش مع أول برش برش الحمل يمكن بالنسبة لك هادي فترة استراحة هادي فترة لتقعد تفكر بينك وبين ذيتك اليوم وبكرة ايضا لحتى تشوف شو بدك تعمل لما الأمل يوصل لبرشك نهار الأحد وبالتالي اليوم حاول انه تاخد الأمور مثل ما هي ما تستعجل وما تاخد أي مبادرة الأكثر تعبا 17-18 نيسان أبريل بالإضافة لموالية شهر أدار مارس بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور بعتبر هيدا نهار محفز لقلك حتى تتحرك بكل قوة وقت الأسبوع رح بتكون كتير نشيطة رح بتكون كتير نافعة رح بتكون مفيدة لقلك خاصة على صعيد التواصل مع الناس مع أحبائك مع أهلك مع جيرانك مع أصدقائك نهار ممتاز لموالية برش الثور وخاصة موالية 1-2 و 3 أيار مايو بنتقل لبرش الشوثاء بالنسبة لبرش الشوثاء فيك بتقول أنه بعتلت هالأسبوع رح بيكون في عندك ضغط ضغط من البيت من العيلة كله فوق بعضه مية شغلة بدك تعملها بنفس الوقت وبالتالي ضروري تكون منظم شوي منظم وقتك منظم أفكارك منظم جدول أعمالك شو بدك تعمل شو هي الأولويات لحتى ما تعصب وتفش خلقك بأقرب الناس لقلك فطول بالك جميع الأحوال نهار كتير مهم للأشخاص اللي عم بيشتغلوا لأنه يبدوا كأنه هني صاروا كتير قاربين من تحقيق إنجاز على أكثر حفظا 4-5-6 حزيران يونيو بنتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان هيدا نهار بيفش الخلق هيدا نهار بيخليك ترتاح بيخليك تنبسط بيخليك تفرح صار لك تقريبا حوالي الأسبوع تقريبا إذا مش أكتر بتعبين ومزعوج ومدية اليوم نهار كتير حلو بيفش لك خلقك بترتاح بتعب بطاقة إيجابية وبتفرح بكم خبر حلو وإيجابي لكن إذا كنت من مواليد 1-2-3 تموز يوليو مضيف لألوه 30 حزيران يونيو كونوا حذرين نتبهوا من السرعة كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد نهار جيد لحتى تصحح بعض الأخطاء وأيضا لحتى ما تتوقف عندها بعد ما تصحح الخطأ نطلق وكمل وكمل بدربك الأجواء جيدة ودعمة لألك في بعض الأمور يلي تفاصيل بدك تنتبه له ما فيك أنت تهمل أي تفاصيل سواء كان إداري سواء كان عائلي شو ما كان في بعض التفاصيل يلي بدك تنتبه له وتسمع رأي الآخر بدك تحاول تدور الزاوية هادي هو عنوان هادي النهار الأكثر حظة 18-21 أب أغسطس بنت إيه لابرش العذراء بالنسبة لابرش العذراء منبير إحنا ببهتك وقلت لك أنه الظروف صعبة الظروف ضغطة الظروف مزعجة وبتتحديك ويمكن تتحديك من عقر دارك شو يعني من عقر دارك؟ يعني أشخاص بتعرفهم هني الأكثر شي بيعدوا عصابك وهني اللي بينارفسوك يمكن من غير قصد هي نفسيتك شوي تعباني وما بتحمل كتير استفزازات فمطلوب منك أنه شوي تطول بيلك لحتى يمشي الحال هني يومين ومفروض يمرقوا بسلام بتظل المواليد الأكثر تعبا نسبيا اليوم هي مواليد شهر أيلول سبتمبر كمل مع برش الميزين بالنسبة لبرش الميزين بيعتبر هيدا نهار هو صحيح مساء بعطلة أسبوع أو نهار جمعة لكن العمل اللي بتحطه اليوم مفروض يعطي نتيجة فما تفكر أنه عملك جهودك رح تروح ديعان فيه تعب فيه ركض فيه مسئوليات فيه مسئوليات فيه انتقال فيه انتقال ما كان إلى آخر فيه تواصل مع الناس فيه شوي التعب لكن أنا بقلك أنه هيدا نهار بيعتبره صحيح متعب لكن بالنتيجة بتلاقي نتيجة إيجابية خاصة مولود 6-7 أكتوبر تشرين الأول تكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب بيعتبر هيدا نهار بيحسن لك مزاجك أول شيء تاني شيء بيحسن من ظروف ونسبة نجاحك وبالتالي هيدا نهار بيقلك أو يقلبك هيدا نهار مساء بعطلة أسبوع اليوم وبكرة يومين ممتازين ضمن فترة زمانية تقريباً منا كتير 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 مشجعة فبالتالي شوف شدك تعمل بهيدا نهار يمكن في بعض الأشخاص بعطلة الأسبوع بتقدر تتصل فيهم بتقدر تمد جسور معهم اليوم وبكرة يومين ممتازين لتصحح أو ضاعك الأكثر حظاً 1-2-3-4-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0 بالنسبة لبرش القوس نهار مزعج نهار بيخليك معصب يمكن حتى تنزع الويك أنت تنزع عطلة الأسبوع بسبب مزاجيتك أو بسبب أفكارك يلي ما عم تقدر تطلع منها وبالتالي إذا بتحد نفسك ما بتعد ترتاح بعطلة الأسبوع أنت بيأمثل حاجة للراحة للإستراحة فحاول أنه ما تحط حالك بظروف صعبة إذا فيه من حولك ظروف شوي صعبة بدك تطول بيلك كتير أو بدك تغير جو بدك تغير جو أنت بيأمثل حاجة للترفيح عن نفس للإستراحة لابتتحك أنت بيحاجة أيضا لجرعات من الترفيح عن نفس وأيضا من الدحك والإيجابيات الأكثر ثعبا هي موالي ديسمبر بنتئل لبرشة الشدي بالنسبة لبرشة الشدي هيدا نهار سريع الإقاع هيدا نهار لأنه مساء بعطلة الأسبوع فيك تتوقع أنه عطلة الأسبوع رح بتكون ديناميكية سريعة وأيضا من نفس الوقت متطلبة تكتر فيها الزيارات والاتصالات تكتر فيها أيضا اللقاءات سويا عائلية أو حتى مع أصحابك مع الإخوة يبدو كأنه في أخده تبادل وتجاذب في بعض الأحاديث جميع الأحوال أنت بتظلك الأقوى بسبب سرعة الخاطر والبديهة اللي عندك إيها ألوفر حظا 1-2-3-4 كانون الثاني يناير بنتئل لبرشة دلو مولود برشة دلو نهار ممتاز لترفع عن نفسك لتنبسط لتفرح ولتكافئ أحبائك وأصدقائك يلي سيعادوكو لقفو لجيمبك الأجواء ممتازي انتبه بس فقط للمصاريف بعض ما وليد برشة دلو عندهم أرباح ومكاسب الأكثر حظا 2-3-4 بنتئل لبرشة الحوت بالنسبة لبرشة الحوت ما في شي بيوقف بيدربك بس لما أنت تقرر الخطوة اللي بدك إيها بتصير على الأرشح هناك خبر تطور وتقدم على صعيد الشخصي في بيتك على ثقائك في مستقبلك وارتباطاتك يبدو كأنه في شي بيمطوي وشي يبدأ الأكثر نشاطا موالي شهر شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة للمولود اليوم هادي سنة بعتبرها سنة كتير مهمة هادي سنة فيها توصلك إلى قمة من حياتك بسنة 2017 سنة معقولة تخليك تغير قرارات ومسارات مهنية أو اجتماعية هزيران يونيو أكتوبر شباط فبراير هنه أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي تانكيو لقلك كارمن نشوفك بكرة ببداية عالم الصباح لكن المشاهدين بقلكم من شوي ذكرت أنه عيد الأب وخبرتكن بعض النصايح لتظلوا محافظين على الأب بالبيت مش دائما أننا نحن بيكون عندنا النصايح نحافظ عليكم كمان ضروري أن تحافظوا عرجال بحياتكن الزوجية أو الصداءة أو الغرام أو الحب أو الخطبة إلى آخر يوم الأربعة وعشرين هزيران طبعا عيد الأب ولازم نكرم الأب على طريقتنا الخاصة عالم الصباح حلقة غير شكل رح بتكون يحتفل فيها بعيد الأب وكمان مرورا بعيد الموسيقى تابعونا لأنه رح يكون فيه جوائز وربح واتصالات ومشاركة مقابلات كتير حلوة ورح تحبوا الحلقة بشكل مش عادي رحكون أنا وياكم نترافق بهنهار يوم الأربعة وواحدة وعشرين هزيران من العشرة للوحدة بتوقيت بيروت ما تنسوا تتابعونا نحن وياكم بريك جدا أصير وبعدها منعود للمتابعة مع هاديا خليكن معنا اشتركوا في القناة